أخي وأخ مصطفى من فضلك ما تقطعنيش تعرف في الحملة الانتخابية وكتش تألمت الأكثر لما شفت الرئيس يقابل الوزير الإسباني للخارجية واش نقول لك نبكي ولا نتألم ولا نتنهد ولا نسكت رئيسه نتعبان يخاطب وزير أجنبي للشؤون الخارجية زائر للجزائر يتكلم على شأن الجزائر تكلم على العلاقات مع إسبانيا تكلم على شأن الدولي دير واش بغير تشكي بي أو تتهمني باللي أنا إرهابي قدم وزير أجنبي انت لي مجاهد وانا لي والشهيد انت لي منظمة المجاهدين حطاتك رئيس شرفي لمنظمة المجاهدين يا مجاهدين يا ابن شهداء يا الشعب الجزائري الأبي هتقبلون بأن يتصرف رئيس الجزائر مع جزائري وهو مخاطبكم بالشكل الذي تكلم به الرئيس يشكو أمر الجزائر للأجنبي يشكو أمر أخيه المترشح محددكم لأجنبي أنا تربيت في المدرسة البومدينية وتربيت في المدرسة انطاع البطنية وأنا ابن الثورة وابن الجهاد والمجاهدين لا أقبلوا هذا على الإطلاق ولا أقبلوا هذا إن ورد من رئيس الجمهورية